ذكرنا من قبل أنه يمكننا إضافة الكتابات داخل الأشتاء الـ Callout فقط ولكن إذا أردنا إدخال الكتابات إلى أي من هذه الأشتاء التلقائية فلابد أن تكوين مربع كتابات Textbox أولا وتستخدم الأداء Textbox لرسم مربع كتابات بحيث يمكننا إضافة الكتابات بداخله ولإضافة كتابات إلى هذا الشكل نضغط لمؤشر على شكل اختياره ثم نضغط على الأداء Textbox من شريط الأدوات Drawing ونضغط بمؤشر داخل الشكل فتظهر علامة إدخال الكتابات بداخل الشكل فنقوم بإدخال الكتابات التي نريدها وقد يحدث أحيانا أن تتخطى الكتابات التي نقوم بإدخالها حدود الشكل ففي هذه الحالة نفتح أقائم المسدلة Format ونختار AutoShade ومن هذا المربع الحواري نفتح لوحة المتغيرات Textbox ونشغل الاختيار Word Warp Text in AutoShape الذي يعمل على احتواء الكتابات داخل الشكل وبتزغيل الاختيار Resize AutoShape to Fit Text سوف يتم تغيير أبعاد الشكل ليتناسب مع حجم الكتابات ويمكننا إضافة الكتابات إلى الشكل بالضغط لمفتاح المعصف الأيمن على الشكل واختيار أهد Text من القائمة المختصرة فتظهر علامة إدخال الكتابات بداخل الشكل سنقوم بإدخال الكتابات التي نريدها كما يمكننا إضافة الكتابات إلى الأشكال برش مربع كتابات Textbox ثم إدخال الكتابات التي نريدها إليه ولإزالة الإطار ولون الملء لمربع الكتابات Textbox نضغط المفتاح المعصف الأيمن على مربع الكتابات ونختار Format Textbox ومن القائمة Color الموجودة في الجزء Select نختار NoField لجعل لون الملء شفاف ومن الجزء Line نفتح القائمة Color ونختار NoLine منها القائمة ثم نضغط OK ونقوم بوضع مربع الكتابات فوق الشكل ونختار كل من الشكل ومربع الكتابات ثم نفتح القائمة Draw ونختار Group سيقوم البرنامج بدمج الشكلين داخل عنصر واحد وبتحريك هذا العنصر نراحب أن الشكل والكتابات يتحركان معا وبعد إضافة الكتابات إلى الشكل سوف يمكننا إجراء التعديلات عليها كأي عنصر كتابات آخر فمثلا إذا أردنا تغيير نوع الخط المستخدم لهذه الكتابات نختار الكتابات ثم نختار نوع الخط الذي نريده من القائمة Font ولتغيير لون الكتابات نضغط على المفتاح Font Color من شريط الأدوات Drawing ونختار اللون الذي نريده من هذه القائمة شكراك 24 شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة